السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في الدرس رح نشوف بإذن الله تعالى أول قسم من أقسام الكريبتوغرافي أو اللي نسميه Symmetric Key Cryptography طبعاً هنا عندنا القسم الأول اللي هو Symmetric أو المتماثل بمعنى أن الكي المستخدم في عملية التشفير هو نفسه الكي المستخدم في عملية فك التشفير النوع الثاني رح يكون في الشبات الجاية رح تكرم عن الاسمتريك واللي معناه أني عندي مفتاحين Private وعندي اللي هو الـ Public Key أخذنا في الدروس السابقة أخذنا الـ Traditional Cypher واللي أخذنا من أنواعها اللي هو Substitute Cypher وخذنا الـ Transposition وخذنا أنواع اللي هو Substitution خذنا السيزر وخذنا المونو وخذنا البولو ألفاباتيك في الشابتر هذا رح نأخذ الـ Symbol Modern Cypher واللي رح نناقش فيه وش المقصود بـ XOR Cypher وش الـ Rotation Cypher وش الـ S-Box وش المقصود بـ P-Box أو Substitution Box وخذنا نقول الـ Permutation Box في آخر الشابتر هذا رح نتعرف على شيء مسمى فيه عالم التشفير يسويه احنا أو نسميه Around Modern Cypher أو خوارزين التشفير اللي تعتمد على الجولات أو الدورات وبنأخذ مثال عليها اللي هو الـ DAS نجي للفرق بين الـ Modern Cypher والـ Traditional Cypher النقطة هاي تعتبر مهمة جداً أنا دائماً نجيكم في الاختبارات هي وش الفرق بين الـ Modern وبين الـ Traditional الفرق بسيط جداً جداً في الفترة السابقة أو في بدايات الانترنت كانوا يستخدمون الـ Traditional Cypher لسبب بسيط جداً أني كان دائماً طبيعة البيانات اللي أنا أستخدمها أو المنقولة من مكان إلى مكان كانت كلها عبارة عن عبارة عن تيكست فبالتالي لما يكون عبارة عن تيكست أقدر أنفذ عليها الأوامر لكن مع تقدم الانترنت وصار فيه إمكانية أني أنا أرسل أوديو صرت أقدر أرسل فيديو هنا تغير الوضع أنا شلون سابقاً التيكست هنا كان أقدر أحط اللي هو أبدل حرف مكان حرف أقدر أغير حرف مكان حرف هذه كل العملية أقدر أسويها لكن شلون بيتم العملية مع الصوت شلون بيتم العملية مع الفيديو فهنا جاء الدافع أن نحن نستخدم طريقة جديدة في عملية التشفير بدأ ما كنا نعتمد في الترديشنل على الكاركتر أو الحروف جاء السيمبل مودرن عشان يغير الاعتماد هذا من الحروف إلى يخليها بشيء اسمه البيت أوريينتد يعني العمليات اللي احنا تتم عندنا على مستوى البيت وليس على مستوى الكاركتر طيب إش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا سابقاً في مثلاً التشفير أو نقول للأي خلنا نقول نحولها إلى الأكس خلاص انتهينا لكن فعلياً في البيت أو في المودرن الآن صار الأي يحول إلى باينري والمعروف أن الحروف عندنا هو عبارة عن ثمانية بت مثلاً خلنا نقول واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد واحد اثنين أربعة ستة ثمانية هاي ثمانية بت نفترض أن هذا حرف الأي ففعلياً في السمبل مودر سرنا نتعامل مع خلينا بس عشان تكون واضحة الأمور سرنا نتعامل مع البت الحالة سرنا نسوي العمليات بدنا نسويها على الحرف سرنا نسويها العمليات على مستوى البت فهذا النقطة المهمة جداً أننا سنعرف شو الفرق بينهم الترادشنال كان يعتمد على الحرف أما في المودر سرنا نعتمد على مستوى اللي هو البت جميع تقريباً التقنيات الحالية المستخدمة كلها تستخدم من اللي هو تستخدم المودر سايفر تعتمد على البت طيب وش الأشياء اللي احنا راح نأخذها أغلب التقنيات اللي احنا راح نأخذها فعلياً ممكن نأخذ تقنية خلنا نقول X هي عبارة X هذه عبارة عن جزء كبير من خلنا نقول من DS مثلا عندي مثلاً تشفير اسمه DS الـ X جزء منه فمهم جداً نحن نعرف جميع الأشياء اللي احنا راح نأخذها في الدروس الجاية عشان نعرف شلون نتعامل معها لكن الخلاصة هنا أني أنا لا بد أن نعرف وش الفرق بين المودرن والترادشنال المودرن يعتمد على البت في عملياته الترادشنال يعتمد على الحروف في عملياته هذه هي خلاصة القول في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكونوا استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة Education Life Made Easy ترجمة نانسي قنقر